الأنبياء بشر بحالنا بحالهم لكن الفرق هو أن الله يرسلهم للإنسان يفكره في الطريق المستقيم الذي يدخل الجنة الله تعالى خلق بسافة الأنبياء 124 ألف نبي من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم 313 رسول اللي كلفهم الله تعالى باش يوصلوا الرسالة ديالهم للبشرية وعندهم كتب مقدسة الأنبياء اللي مذكورين في القرآن كينين غير 25 فقط هم اللي مفضلين الرسول اللي كانت رسالتهم إلى البشرية أولا قبل ما نقول لكم شكور الرسول اللي كانت رسالتهم إلى البشرية وشكور الرسول اللي كانت رسالتهم لنفسهم الرسول اللي كانت رسالتهم لنفسهم بزاف لكن الرسول اللي كانت رسالتهم للبشرية كلها كانين نوح صلى الله عليه و نوح تعالى إبراهيم موسى عيسى محمد صلى الله عليه وسلم الفرق بين النبي و الرسول كله رسول نبي لكن مش كله نبيا رسول الرسول هو اللي أوحى الله له أحكام و شريعة جديدة باش يوصل هالقوم اللي أوحاه الله لهم أما النبي هو الذي أوحى الله له أن يعمل بشرعة الرسول الذي كان قبله خلاصة لقول الفرق بين النبي و الرسول هو هذا أن الرسول كيوصل رسالة جديدة النبي ما كتكونش عنده رسالة كيجي كيكمل على الشريعة و الرسالة دين هذك الرسول اللي كان قبله السلام عليكم الخوز رمضان مبارك كريم و كله آمن وأنتم بألف خير اليوم جبت لكم موضوع ديل الرسول والأنبياء سوف نبدأ معكم بقصة خلق آدم عليه السلام إلينا للإعجاب ديالكم و كان الإقبال عليها و قلتوا لي في كومنتر ديالكم و نكمل معكم السلسلة ديال الرسول والأنبياء من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا وأنا معكم أولا نبدأ معكم بقصة خلق آدم عليه السلام ربي الله تعالى خلق آدم من طين و كرمه بأيديه و انفخ فيه من روح دياله و من سمعة الملائكة عن الله تعالى بغي استخلف آدم عليه السلام و درياته و درياته درية دياله يعني الأبناء دياله باش يعمروا في الأرض استغربت الملائكة كيفاش يكون ممن يفسد في الأرض و بسفك الدماء فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء و نحن نسبع بحمدك و نقدس لك من الله تعالى أتم خلق الله تعالى أتم خلق آدم و أمر الملائكة بالسجود له أجمعين فسجدت الملائكة استجابة و طاعة لأمر الله سبحانه وتعالى لكن إبليس كان مرافق للملائكة إبليس كان مع الملائكة لكثرة الطاعة دياله لله عز وجل أبا أن يسجد لآدم لكن استكبر كان مستكبر يعني تكبر باش يسجد لمن خلقه الله من طين يعني إبليس ما بغاش يسجد لشيحاجة لخلقها الله من طين هنا جات الفكرة ذيال إبليس عصى أمر الله فلكن الله فألق بالعدل قادية ذيالأن إبليس عصاه و ما بغاش يسجد لآدم أمر بإدخاله إلى النار لكن إبليس طلب من الله أن باش يمتاح الآدم و الدرية دياله و يشوفه مش ممطعين دائمين لي ولا غير ما عشي فأنظره الله إلى يوم القيامة وأنه لن يكون له سلطة على عبادي يعني الله أنظر إبليس و قال لي لا تكون لديك سلطة على عباد ديالي نهائيا ديالي بغا ندوز معكم الفقرة دير كيفاش خرج آدم عليه السلام من الجنة الله تعالى أدخل آدم و زوجته وأسكنهم الجنة وأباح لهم الاستمتاء بكل ما فيها من نعيم لكن الله انهاهم بشميلة بشميلة قال لهم إلا اقتربتم من هذه الشجرة سيقول لكم ظلم لكن عاش آدم أولا و حواء عاشوا في الجنة و في نعيم و يأتي إبليس عدو بالله من الشيطان الرجيم والله يحفظكم من إبليس و قد يوسوس لهم و يأكل لهم فراسهم كيف يأكلوا من هذه الشجرة و يقول لهم ما عندكم التضرار كيف يأكلوا من هذه الشجرة و ستبقوا في الجنة خالدين و لا ستعصوا أمر الله و لا ستأكلوا من هذه الشجرة و لا ستبقوا في الجنة كما نحن هذا البشرية اللي عندنا بفضل القرن الحالي يوسوس لنا الشيطان و يقول لهم و يدعون شي حويج الذي يدمع عليهم من بعد وأكد عليهم إبليس أنه من الناصحين و لا سيصيبهم تضرر من الأكل من هذه الشجرة آدم و حواء تغرروا بزاف من قول إبليس و مشوا و كالوا من هذه الشجرة لكن بدت لهم سيئاتهما و أخذ يسيران عليها من أوراق الجنة هنعرفوا أنهم وقعوا في المعصية تبقوا في المعصية و التي تبقوا في متجنة أن هذه الشجرة مرحلة و تبقوا فيه من تبقوا في المعصية و إبقوا في المعصية يسيرون فى أوراق الجنة هنا عارفوا واحد أنهم ارتاكبوا ومع سياق وكبيرا بالساف من بعد ادم وحبواء يتوبوا ويرجروا الى الله عز وجل ويسمحوا له من الدنب اللي يقترفوا كله من هذه الشزرة ويقوموا بزعمها لم يسمحها يا ربي حتى الله غفور ورحيم من هذه الشزرة اللي ينصحهم الله ما يقلوش منها الله غفور ورحيم في ما قلت لكم تاب على ادم وحبواء من الدنب اللي داروا لكن خلى لهم عقاب عقاب هو انهم خرجهم من الجنة تم اخراج ادم وحبواء من الجنة وانزلهم الى الارض باش يعيشوا فيها ويديروا فيها درية وولد وولدات وهنا قد شاء من بعدها القصة سوف يكون اول جنس بشاري اللي يكون فوق الارض وهو ادم وحبواء وولده أبناء كانت من القصة تكون اعجبتكم خليوا لي اكون طائرات اللي بغيتوا تتمق ديال هذه القصة شنو غد يوقع الادم وحبواء على الارض من غي ولده والابناء ديولهم الى قصة قاعدة من شاء الله كان معكم عمار الوهابي